تجمع مملكة البحرين ودولة الفاتيكان علاقات قوية وراسخة جعلت منها نموذجا متميزا في التعاون من أجل خدمة الإنسانية عبر نشر التعايش السلمي بين الأديان والثقافات في مختلف أنحاء العالم عززت هذه العلاقات زيارات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الفاتيكان والزيارة التاريخية التي يقوم بها قداسة البابا فرانسيس اليوم لمملكة البحرين سمات وقواسم مشتركة تستند إلى المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة جعلت من العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الفاتيكان نموذجا متميزا في التعاون من أجل خدمة الإنسانية عبر نشر التعايش السلمي بين الأديان والثقافات في مختلف أنحاء العالم فمنذ القدم آمنت مملكة البحرين بأن مفتاح تقدم ورقي المجتمعات يكمن في إرساء وترسيخ قيم التعايش السلمي والتعددية والاعتدال وهو ما جعل منها مهدا للسلام والمحبة وملتقا للتنوع الديني والثقافي والحضاري سعي مشترك متواصل بين البحرين والفاتيكان نحو تحقيق الأهداف والغايات النبيلة لخدمة الإنسانية شكلت عاملا جوهريا في الارتقاء بهذه العلاقات ووصولها إلى مستويات متقدمة للغاية بدءا من زيارة الملكية السامية لجلالة الملك المعظم لدولة الفاتيكان في عام 1999 حيث التقى جلالته مع بابا الفاتيكان الراحل البابا يوحن بولس لتعكس رؤية جلالته السامية في مجسور التواصل والتعاون بين الشرق والغرب وأعقبها زيارة جلالة الملك المعظم إلى الفاتيكان للمرة الثانية في عام 2014 بدعوة من البابا فرانسيس والتي أرست دعائم التفاهم والتقارب والتعاون المثمر بين البلدين ومواصلة لهذه العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والفاتيكان قام سموب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2020 بزيارة إلى الفاتيكان حيث التقى سموبه بقداسة البابا فرانسيس لتؤكد هذه الزيارات على حجم ومستوى التقارب والتفاهم الذي يجمع بين البلدين ومساعيهما الحميدة نحو إرساء القيم الإنسانية النبيلة لترسيخ السلام والتعايش والمحبة بين الشعوب